بعد ثلاث سنوات من التصوير المتواصل تختار الناشطة الأمريكية الإيغورية روشان عباس العاصمة عمان مكانا لعرض فيلمها الوثائقي رحلة البحث عن شقيقتي تقول إنها جسدت في الفيلم حملة الاعتقالات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي تنفذها السلطات الصينية بحق أقلية الإيغور المسلمة في محاولة لحشد الدعم الدولي لموقفها إنها قصة أختي وفي الوقت نفسه قصة كل إيغوري كان ضحية سجون الاحتجاز والملايين من الإيغوريين الضحايا يقول عبد الحكيم إدريس زوج روشان عباس إن أحداث الفيلم أعادت إليه ذكريات حرمانه من أفراد عائلته واختفائهم قبل سنوات إذا علمت أن أفراد عائلتي على قيد الحياة سأكون سعيدا وإذا علمت أنهم ماتوا سأبكي لكن المشكلة في هذا الوقت أنني لا أعلم مصيرهم الفيلم الذي عرض بالتنسيق بين السفارة الأمريكية في عمان ومعهد السياسة والمجتمع يهدف لتسليط الضوء على قضايا إنسانية شائكة وتحريك الرأي العام العالمي لدعم قضية الإيغور الفن عموما يشكل وعي الشعوب وإذا أردت أن تركز على قضية معينة يمكن أن يكون الدراما أو السينما هي أعظم طريقة أو أفضل طريقة لتشكيل وعي المجتمعات حول هذه القضية وفي ختام الفيلم تفاعل طلاب العلوم السياسية من جامعات أردنية مع روشان عباس وفيلمها بعد إطلاعهم على ما تواجه الأقلية الإيغورية من معاناة نادراً ما نسمع بتفاصيلها ونسمع عن المعاناة اللي بعانوا هاي الشعوب ونتعاطف معهم ونحس فيهم نسمع عنها ما شي بس فكرت أن نشوف هالكد الإشي وحشي يعني لأول مرة صراحة اكتشاف روشان للسجون السرية في الصين وعرضها لمعاناة الإيغور لن يقف عند حدود قاعة العرض هذه بل سينتقل لاحقاً إلى عواصم عالمية رحلة البحث عن شقيقتي فيلم وثائقي أطلقته الناشطة لأمريكية الإيغورية روشان عباس في محاولة لتسليط الضوء على حجم المعاناة والانتهاكات والقتل التي يعيشها الإيغور في الصين في محاولة لحشد الدعم الدولي لوقفها ومحاسبة مرتكبيها حيدر العبدالي الحرة عمان